كيف نطول ألف با؟ قلنا يولا هلأ انت عندك مين النقطتين هاي هون؟ قلنا أحداثيات ألف شباب خمسة سالب اتناعش وهون سالب خمسة اتناعش مين دك تعتبر الأولى؟ هتنعتبر بما أنه ألف ألف في الأولى؟ طبعا احنا قلنا هون ما بيفرع معك من أولى وتاني لأنه جميع تتذكروا هلأ افتحواك الأقواص يولا سيم 1 زائد سيم 2 يعني 5 زائد سالب 5 على 2 و سالب اتناعش زائد اتناعش على 2 يعني زيرو على 2 يعني زيرو سالب اتناعش زائد اتناعش صفر على 2 صفر إذن منتصف ألف با أنا لازم هنا شو أكتب لك منتصف منتصف ألف با اللي هي نفسها من؟ اللي هي نفسها المركز شو إحداثيات تسارط؟ صفر صفر إذن إحداثيات المركز عندي إيها هشو؟ 00 كيف طلعت معاي؟ من إحداثيات منتصف القطعة ألف باع لأنه ألف باع قطر فنصه بالظبط شو بيكون قاعد؟ بيكون قاعد عندي إيها المركز إذن إحداثيات مركز الدائرة طلعت معاي أدي شباب؟ 00 لازم بتحل بإيدك تمام؟ روح فرعباء طيران شو بيحكي لك؟ فرع باء بيقول ما طول نصف قطر الدائرة حلو بده نصف قطر الدائرة نصف قطر إذن فرع باء بدي نصف قطر الدائرة في طريقتين للحل شو هم يمس بتحسب المسافة بين المركز وألف هاي طلعت نصف القطر أو بتحسب المسافة كاملة بين ألف وباء والجابة تقسمه على اثنين حتى أقول لك شباب تلت طرق المسافة بين ألف وميم هاي نصف قطر أو المسافة بين ميم وباء هاي تاني طريقة أو المسافة بين ألف وباء وجابة نهاية شو بتعمل فيه تقسمه على اثنين وأنا بدي أغلبك وأطول المسافة بين ألف وباء ونقسمه على اثنين اللي صاحي ومركز بيعرف لش اخترت ألف وباء إحنا قلنا لما تختار المسافة بين ألف وباء إحداثيات ألف وباء صح 100% السؤال معطيك يهم فإذا أنت كنت مخربط في إحداثيات المركز وجيت الطول نصف القطر اتفقنا بصير في عندك خطأ أو صحيح بنيعة خاطئ لأن أنت بتكون مطلع مركز غلط هذا لو فإنت عشان تكون بالأصح شو بتعمل؟ استعمل إشي اللي كتاب معطيك هيه هو معطيك إحداثيات القطر كاملة نهايتين الأقطار طول المسافة بين أطول هايك أنت بتكون طولة المسافة بين القطر هو طالب نصف قطر حلو بقسم مع اثنين إذن بتدي المسافة بين ألف وباء الدرس الأول فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع هو مهم أختار من ألف ومباء من المسميات طعا نختار باء الثانية وألف الأولى يلا تحت الجذير سينة الثانية من سينة الثانية؟ سالب خمسة ناقص خمسة تربيع زائد اتناعش اللي هي صاد اتنين ناقص سالب اتناعش تربيع صحي؟ هاي مين السالب من القانون؟ هاي السالب من وين؟ من السالب اتناعش سالب خمسة ناقص خمسة سالب عشرة تربيع مية صح؟ سالب خمسة ناقص خمسة سالب عشرة تربيع مية زائد اتناعش زائد اتناعش قديش اتناعش زائد اتناعش؟ اربعة وعشرين شمالها تربيع حلو؟ هاي عبارة عن مين؟ عبارة عن را اللي هي نفسها ألف با اللي هي نفسها ألف با 24 تربيع تضربها سريعا حون 24 في 24 تطلع معك اللي هي 500 تطلع 76 فبتحكي 100 زائد 576 676 اللي هي جذر مين؟ جذر 26 هذا كله طول ألف با بس أنت ألف با قطر أنا بدي نصف القطر فإذا النون قاف شو صارت؟ 26 ع 2 يعني شو؟ 13 مثلشك أرقامك كبيرة لأن أنا اخترت شو شباب المسافة هاي كلها ع 2 إذا أنت طلعت إحداثيات المركز من ألف لميم طلع معك أسهل فأنا قلت لك بدي أغلبك واختار الطريقة الأطول بلما تختار المركز شو إحداثياته زيرة زيرة بتطلع المسافة جدا سهلة بتصير تقول 5 ناقص صفر وسالب 12 ناقص صفر فخمسة تربيع 25 و 12 تربيع الهي مين 144 مع الـ 25 169 جذر 129 169 الهي مين 13 فأطلع عنه إياك شو؟ نفس الجواب بس هاي الطريق الأطول إذا في طريق أقصر تحسب بين ألف و ميم أو بين ميم وبعد طبعا هذالطرق هي جدا أسهل فهاي طلعنا شباب طلعت معك شو؟ 13 هلا بدك طلع جيم جيم شو بحكي؟ ما معادلة الدائرة حلو معادلة الدائرة كيف تطلع؟ سهلة معادلة الدائرة لازم تعطيني المركز لازم تعطيني نصف القطر انت عندك المركز شو المركز؟ شو المركز؟ أحلى شو المركز المركز 0-0 واش كمان عندك؟ وعطاتك أنا النورة اللي هي نصف القطر قداش طولها؟ طولها 13 بروح على القانون شو بقول؟ سين تربيع زائد صات تربيع تساوي 13 شو مس كيف تطلعطيك بسرعة؟ شباب من القانون سن ناقص دل تربيع زائد صد ناقص هات تربيع تساوي را تربيع را تربيع طلعت دانوها اللي هي المركز 0-0 فهي بتروح 0-0 هاي بتروح 0-0 صفك هذا شو؟ من القانون فهذا السؤال جدا قوي تدليب 6-13 اكتب عليه قوي صاروخ ليش؟ بشمل 3 أفرع كل سؤال عدرس من الوحدة تمام؟ لو قليت عقلك وروحت ع صفحة 57 لاحظ معاي صفحة 57 شو بتقول؟ طلع شارح لك اللي أنا شرحت لك إياه في أول الفيديو بس هو شو؟ شرح أول إش إذا كان المركز 0-0 بعدين شرح إذا كان المركز مش 0-0 أنا من البداية أعطتك إذا كان المركز مش 0-0 مش نقطة الأصل فطلعت القانون وتفعلون هاي شو اسمها؟ اسمها الصورة القياسية لمعادلة الدارة اللي هو هاي أعطتك إياه بداية الفيديو عم نحل عليها من البداية تمام؟ ما بداعطيك إذا كان مركز إشي وبعدين إذا حولت إشي عشان ما تحفظش ولا شي إذا الصورة القياسية للمعادلة هيها بعطيك مركز ونص القطر أو بضحك عليك بعطيك مركز ونقطة تقع على الدائرة أي نقطة تقع على الدائرة على قطة مع المركز اللي هي شو؟ نصف القطر فأنت بتطلحها باستخدام قانوني مسافة بالنقطتين وبتكون طلعت راه إذا نعطيك إياها بشكل مباشر تعالى ناخد مثال 6-11 بضحكوا علينا فيه شوف شباب مسهله ما معادلة الدائرة التي مركزها النقطة سالب 1-4 ونص قطرها 6 مثل هذا مباشر جدا ولا فيه أي تغيير بس اللهم قال يعني إنه المركز بطل 0-0 بثرة معك بالحل؟ أبدا لا مثال 6-11 صفحة 57 وخمسين حلو؟ بكتر القانون سين ناقص دال كلها تربيع زائد صاد ناقصها كلها تربيع تسابيرها تربيع مين دالها؟ المركز المركز أعطاك إياه سالب 1-4 وراء أعطاك إياها 6 تجي تعود بتقول 6 ناقص دال اللي هي من السنات واني؟ مين هي السنات؟ سالب 1 تربيع زائد صاد ناقص منها أربعة كلها تربيع بتساوي 36 ضبط الشكل ماما هاد السالب من القانون هاد السالب من المقتة دير بالك صارت سين زائد 1 كلها تربيع زائد صاد ناقص أربعة كلها تربيع شو بتساوي؟ 36 خلص السؤال تمام؟ أبسط أكتبن هيك شكرا مش طالبين منك خليها هيك مش طالبين منك تبسيط روح على مثال تحته 6-12 بنفس الصفحة ما معادلة الدائرة التي مركزها كزا وتمر بالنقطة نفس ما بدألت لكها هاي بشكل مباشر بس شوي مغبشة أعطيتك المركز شو اسم المركز سالب 2-4 وأعطيتك تمر بالنقطة 3-1 رسم سريعيك توضيحي هاي المركز النقطة 3-4 افرض إنها هيها 3-1 شو علقت النقطة في المركز؟ النقطة علقتها بالمركز مس وهي نقاف فأنا ما أعطيتك را عشان اتحل ما أعطيتك را بس أعطيتك نقطة بتمر من خلالها فأنا شو بطلع أوليش المسافة بين المركز وهي النقطة اللي هي نفسها مين را إذن را هي المسافة بين مين؟ بين المركز والنقطة هاي سين 2-1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صد 1 مربعة يلا من سين 2؟ تعنفرض هاي سين 2 صاد 2 وهاي سين 1 صاد 1 شو بيصير تحت الجذار؟ سين 2 هايها ثلاث ناقص ناقص 2 تربيع زائد سالب 1 ناقص 4 تربيع يلا هاي بتصير 5 تربيع 25 زائد سالب 1-4 برضو سالب 5 صح؟ سالب 5 تربيع 25 برضو 25 جذر الـ 50 تمام؟ إذن 3 ناقص ناقص 2 صارت 5 سالب 1 ناقص 4 صارت سالب 5 تربيع مع التربيع شو بتصير؟ بتصير موجب 5 موجب 5 تربيع تربيع 25 طلعت معانا النورة شو بتساوي؟ جذر 50 تربيع مع التربيع بس انت بالقانون تبع معادلة الدائرة ما بتهتم في را بتهتم في را بتهتم في را تربيع فرا تربيع ها را تربيع شو صارت؟ صارت هاي تربيع يعني شو؟ 50 طلعت معك را تربيع كام؟ روحلي على معادلة الدائرة أدش المركز هاي ها المركز أكتب لك ها هون المركز سالب 2 أربعة تمام؟ معطاك إياه وهي را طلعتها يلا شو بتصير القانون؟ سين عوض مباشرة ناقص سالب 2 تربيع زائد صاد ناقص أربعة كل ها تربيع شو بتساوي؟ 50 حسن الشكل سين زائد 2 كل ها تربيع زائد صاد ناقص أربعة كل ها تربيع بتساوي 50 اللي هو هادي عبارة عن شو؟ عبارة عن المثال دا الاخر شي نحل شو؟ نحل تدريب 6 أربعة عشر تدريب شو قلنا؟ 6 أربعة عشر هادا صفحة 58 حلو السؤال بحكي لك جد معادلة الدائرة التي مركزها 7 زيرا والتمر بالنقطة سالب 1 ستة زال مثال أخذناها بل شوي يلا نعطتك إنه المركز 7 صفر وحكينا أنها تمر بمين؟ بسالب 1 ستة ترى شباب لما أحكي أعطيك نقطة تمر يعني را ما أعطيتها را قلنا هي المسافة بين هاي النقطة وهاي تمام؟ بتكون هي شو؟ را لهي نصف القطر بس في طريقة تانية أو في طريقة تانية إنه أنت بعد ما تطلع معادلة الدائرة بتطلع في عندك مجهولين بتعوض بدل سين وصاد سالب 1 وستة تمام؟ تطلع معاك را هلا بعتكي إيها يعني أنت ممكن تتعوض زي هيك بتطلع هلا المسافة بين مين؟ بين مين والنقطة هاي تجي نسمي نقطة هاي واو طلع للمسافة بين مين والاو هي نفس هرا هي نفسها من نصف القطر يعني تحت الجذر يلا ننصر سريعين هلا فرق الصنات تربيع زائد فرق الصدر تربيع هاي سين اتنين صارت سالب 1 ناقص 7 تربيع زائد 6 ناقص 0 تربيع كما مرة هاي ناقص هاي تربيع هاي ناقص هاي تربيع هاي صارت شو؟ سالب 8 تربيع 64 زائد 6 تربيع 36 جذر المية 10 اللي هي نفسها مين؟ را روح على قانون اللي بتحكي لك سين ناقص دال معدلة الدائرة تربيع زائد صاد ناقصها كلها تربيع تساوي را تربيع را تربيع كام؟ طبعا نحن قلنا هاي را جذرها هلا را تربيع كام؟ هاي را را تربيع بتساوي شو؟ 100 نرجعها تمام؟ لانه هاي 64 جذر المية 10 فرا طلعت معك 10 را تربيع رجعت 100 يلا سين ناقص المركز شو المركز عندك يا؟ سين ناقص 7 تربيع زائد صاد تربيع شو بتساوي؟ 100 ليش صاد تربيع؟ لانه صاد ناقص صفر صافت نفسها وراء تربيع طلعنا نراهي نفسها جذر العشرة رجعتها تربيع حلو؟ بس كيف لقلت لي ايها الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية بتقول تكتب قانون المعادلة المعادلة هاي عادي تقول سين ناقص 7 تربيع زائد صاد تربيع تربيع زائد صاد تربيع نراه ما بعرفها ما اعطني ايها السؤال حلو؟ هاي الطريقة الثانية شباب اذا فهمت الأولانية خلص بس حلو اعطيك الثانية تكتب قانون باستخدام المركز هو اعطاك انه المركز يا امي شو بيساوي؟ 7 زيرة حلو؟ بعد ما تعوض ان المركز 7 زيرة وخلص تخلص منها بتعوضها هون هلا بضل عندك رامش معروفة استغل هاي النقطة السالب 1 6 السالب 1 6 قلنا تمر في هاي شو؟ بتمر من خلال الدائرة هاي تقع الدائرة او الدائرة تمر من خلالها يعني شباب هاي النقطة لازم تحل هاي المعادلة فانا بعوضها محل سين بحط سالب 7 سالب 1 فبصير سالب 1 ناقص 7 تربيع زائد محل صاد شو بعوض؟ 6 تربيع شو بتساوي؟ را تربيع حلو؟ سالب 1 زائد سالب 7 سالب 8 تربيع قدياش؟ 64 زائد 6 36 تساوي را تربيع يعني المية تساوي را تربيع اذا را تربيع شو بتساوي؟ مية برجع فوق بقول سن ناقص 7 تربيع زائد 6 تربيع محل را تربيع شو بحط؟ مية فالطالب الزكي بحب هاي الطريقة ما بحب الطريقة اللي فوق لان الطريقة اللي فوق انت بتحتاج طول المسافة بين هاي النقطة وهاي النقطة هي نفسها نص القطر الطريقة هاي ألز بتعوض المركز بتخلي رامة جهولة يا عمي ما بعرف راه بتعلق هون بتروح بتجيبوا النقطة اللي انا اعطتك اياها بما ان هاي النقطة طاقة على الدائرة او الدائرة بتمر من خلالها هات شو معناته؟ انها بتحل المعادلة هاي فبرجع بعوضها تطلع معك را بس تطلع معك را ترجع الى النقطة الاصلية المعادلة الاصلية تطلع معك ترجمة نانسي قنقر